تابع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصافة مدبولي جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة كذلك لها وذلك خلال شهر يناير الماضي التقرير أكد أن المنظومة تلقت ورصدت 113 ألف شكوى وطلب وثغات خلال شهر يناير الماضي موضحا أنه عقب المراجعة والفحص المبدئي لشكاوى المسجلة على المنظومة خلال هذا الشهر تم توجيه ما يقرب من 91 ألف شكوى لجهات الاختصاص وحفظ 18 ألف شكوى وكما أضف البيان أنه تم إصدار وإعادة تفعيل 4350 كرت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وإنهاء إجراءات إصدار 268 بطاقة خدمات متكاملة